السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة الصف الخامس اللي ابتدائي النهاردة ان شاء الله هنشتغل الدرس التاني في الوحدة التمنى احنا الفيديو اللي فات بدأنا الوحدة التمنى وطبعا الوحدة السبعة الناس اللي متابع معايا احنا خلصناها شرح درس درس وعملنا فيديو مراجعة وامتحان شامل عليها بالنسبة لحبيبي اللي اول مرة يشرفوني في القناة انا مجمع كل منهج الصف الخامس في قوائم التشغيل في قوائم التشغيل فوق في العنوين مكتوب عليها الصف الخامس فيها كل دروس ومراجعات الصف الخامس سواء ترم أول أو ترم تاني قبل ما أبدأ الفيديو أتمنى لما اشتركت في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا إشعار بكل جديد إن شاء الله ونبدأ الفيديو باسم الله لسم تو درس التاني صفحة أربعين هنقرأ الكلمات زي ما احنا متعودين وبعدين هنشرح الجرامر تمام تاني هقرأ الكلمات بالنسبة للصفات يا حبيبي طول طويل عكسها شورت فات سن الكلمة الصفة وعكسها سيرستي لا هنا مش عكسها بقى سيرستي عطشان كيوت يعني جميل أو جزيب فات تخين عكسها رفاية سن طول وشورت عكس بعض تمام هقرأ الكو تاني معاني اسمها الحيوانات عشان الناس اللي بتقول النقطة صعبة علينا إليفنت جيراف شيمبانزي شيتا سنيك تيرتل طيب هنا أزر ويرديس يعني كلمات أخرى خلي بالكم معايا دي هتضحفز برضو كن حريصا بي كيرفول شور بالتأكيد تراي سم جرب بعضها ما كنت بس ألحد على حاجة ما معرفش عنها حاجة مثلا يقول لي جرب بعضها تراي سم ديليشس لذيذ الطعم بيردس طيور اير بلينز طائرات ديليشس الكلمة دي معناها لذيذ ديليشس تراي سم شور بي كيرفول ديليشس بيردس اير بلين الأفعال والماضي بتاعها لك ات الماضي بتاعه لك د ات سي سو ست ساد تعالوا معايا على الجرامر القواعد بتاعة الدرس تمام؟ وتركزوا معايا جدا في شرح الجرامر السؤال بهل السؤال بهل في الماضي بيبدأ بإيه؟ بدد في الماضي يا حبيبي في المضارع بيبدأ بدو أو دز السؤال بهل في الماضي بيبدأ بدد ديد يو سي زي شمبانزي؟ هل انت شفت الشمبانزي؟ ييس اي ديد او نو اي ديدنت تمام؟ طيب السؤال بهل بس في حاجة تانية بقى هل يوجد؟ انا قلتلكم قبل كده ان هل يوجد للمفرد الزير لو للجمع آر زير آر زير وطبعا كلمة إني يعني أي؟ كلمة إني دي بتيجي في السؤال بس طيب السؤال بهل في الماضي بتكون إزاي؟ بنجيب ديد في الأول وبعدين الفاعل وبعدين الفاعل في المصدر لازم الفاعل في المصدر طالما أنا جبت ديد خلاص ديد دي هي اللي بتعبرلي عن الماضي والفاعل في المصدر هنا بعد الفاعل وبعدين أكمل الجملة أجاوب بإيه بقى؟ أجاوب يا إما يس آيديد يا إما نو آيديدن تمام؟ إنما السؤال بهل يوجد آر زير إني واكتب هنا الحاجة اللي بسأل عليها آر زير إني إيربلاينز هل يوجد أي طائرات؟ يس زير آر أو نو زير آرين طيب لو بسأل عن حاجة مفرد ها الزير الزير أبلين الزير أكار آ آ تمام؟ يزرز أو نو زرز تمام يا حبيبي؟ طيب فيه تعبير برضو المفروض يتحفز بي كيرفل يعني كون حريص لما أجي أحذر حد من حاجة أو أقوله كون حريص أو أقوله إيه؟ بي كيرفل طيب لو حبينا نحل التمارين اللي على الدرس التاني طبعا الكلمة المختلفة أول واحدة طبعا أنا في صفحة 44 أول سطر هنا أربع كلمات الكلمة المختلفة نقراهم الأول ونشوف إيربلين تيرتل شيمبانزي جيراف كلها حيوانات زي ما أنتم لحظين معادة إيربليني بقى أحط على إيربلين دي دايرة واكتب هنا أي حيوان من اللي إحنا أخدناه هنا منكي أو دوج أي حيوان تمام؟ نمبر دو سي لوك سنيك ست كلها أفعال سي لوك سنيك ست معادة سنيك اللي هي دي تعبان ده اسم أحط على دايرة واكتب هنا فعل درايف أررايف إيت بلاي سليب نمبر سري ترين إليفانت كار بس كلها وسائل مواصلات معدى إليفانت أحط دايرة على إليفانت وكتب هنا أي وسيلة مواصلات ولتكن بلين تاكسي طيب نمبر فور كيرفول ديليشس كيوت بيرد كلها إيه حبيبي الشاطرين كلها إيه صفات كيرفول حريص ديليشس لذيذ كيوت جذاب أو جميل بيرد طائر هو اللي اسمي بقى هحط على دايرة واكتب هنا أي صفة ولتكن مثلا هابي أي صفة أخدناها من اللي إحنا داد سيستر موم كلهم أفراد عائلة داد سيستر موم معادة شور متأكد دية مختلفة أحط علىها دايرة واكتب هنا برازر جراند بو جراند ما السؤال اللي بعد كده تشوز زا نقط is very tall في اللي تشوز قلنا الكلمات اللي ما تنفعش خالص بنستبعدها الأول ها إيه اللي طويل قوي ترتل طبعا نصف الحفة سنيك تعبان جيراف كراب كراب دي أخدناها قبل كده اللي هي إيه كابورية طبعا هتبقى جيراف جيراف الزرافة واحد هيقول لي يا ميس المفروض طبعا هو سنيك تعبان طويل لا تعبان أقول عليه لونج ليه لأن التعبان طويل طول أفكي مهما كان طويل يعني على الأرض إنما لو ارتفاع يبقى أول طول تمام نمبر تو زا نقط is very fast إيه اللي سريع جدا شيطة طبعا اللي هو الفهد الصياد نمبر سري نقط are you looking at what ولا ووت شو ولا ويل ولا وين أنت بتبص على إيه what what are you looking at ماذا ماذا تنظر إليه تمام يبقى what نمبر فور زا نقط is the biggest animal in the zoo إيه أكبر حيوان في حضرت الحيوان biggest يعني أكبر حيوان طبعا 11 اللي هو نمبر سي تمام طب تعالوا معايا على طيب هيقولولي فيه ناس يقولولي هو إيه الضخم الحوت طبس الحوت مهما كان ضخم الحوت مش موجود في جنت الحيوانات أحبتكلم على جنت الحيوانات 11 تعالوا نقرأ القطعة مستر محمود أحبت الفيل وديته بطاطس they all laugh they all laugh they all laugh they all laugh يعني فضلوا يضحكوا على القرود laugh they all laugh يعني يضحكوا على منقز القرود منقز eat bananas القرود كلة موز eat ماضي eat كلمة ادي ماضي eat يأكل the animals where happy the kids where kind to the small animals والأطفال كانوا عطفين على الحيوانات الصغيرة تعالوا معايا نحل أسئلة القطعة طبعا صح وغلط أول واحدة هحط صح أو غلط فيه نقرأ الأول ونشوف كريم كريم شاف الفيل لأ كريم هنا بيقولك في القطعة كريم so the giraffe يبقى غلط يبقى حط هنا false false دي يعني غلط أحط علامة هنا في false number two mr. محمود was at the zoo كان في حضيكة الحيوان لا كان في سفاري بارك يبقى غلط أحط هنا علامة صح في false في غلط the giraffe is very short الزرافة طويلة وسيارة جدا طبعا غلط يبقى حط علامة هنا في false كله false تمام طب تعالوا معايا الصفحة اللي أصدها السؤالين اللي بعد كده برته كتبقى جابتهم من القطعة وضت huda love هودا حبت إيه ها نرجع للقطعة تاني أهي huda love the elephant يبقى هكتبها elephant هنا في نمبر one four نمبر five وضت the monkey's eat بنانا الورود كالت ايه بنانا زي اللي هي الموز الرئي الرنج الترتيب هبدأ بالكلمة الحمرة مكتوبة بالأحمر اللي تحتها خط اتفقنا من شوية ان هل يوجد يعني ايه are there any any دي يعني اي air planes يبقى are there any air planes طيب السؤال بهل في الماضي did بعد did ايه الفاعل did you وبعدين المصدر see did you see زى شيتا طيب i am i am ايه بعدها i am في am يبقى الفيرب بعدها ing i am looking at the birds زى ايه بقى زى يبقى بعدها الاسم اللي بس هلعنه عطو بتكلم عنه زى جيراف is زى طولست حبيبي السؤال اللي بعد كده صورة وبنكتب عليها خمس جمل وقولتلكم قبل كده ان السؤال ده من اسهل ما يمكن بتكتب خمس جمل من الصورة اللي قدامك ممكن تكتب اكتر من خمس جمل كمان الصورة بتقول ايه فيها عائلة راحين سفاري بارك مثلا هنقول ايه yesterday we او i went to the safari barc was my family رحت مع عائلتي لسفاري بارك طيب ادي جملة الجملة التانية هم راكبين عربية we went we went by car روحنا بالعربية تمام الجملة التالتة شايفين في زرافة ها we saw the giraffe ادي كده جملة تالتة it is very tall طويلة جدا we saw the elephant ها ادي جملة it is very big وهكذا الجملة كتير جدا بيجيب لك دايما السؤال ده من المنهج اللي انت اخدته ما بيجيبوش من بره بعد كده اخر سؤال بنكتواشن بيديك جملتين في كل جملة عايز علامتين طبعا الجملة الاولى ادي بتاعت did بدت يبقى ده سؤال يبقى وانا مغمضة على طول علامة استفهام في الاخر وادهم الا بتاعت ادهم تمام يبقى did ادهم ادي بتاعت did والا بتاعت ادهم وفي الاخر علامة استفهام طيب ركزوا معايا بقى هنا الجملة اللي بدأ بyes او no لازم كومة كومة كده بعد yes او no والن بتاعت no طبعا ال n بتاعت no small وبعد capital سوري وبعدين كومة وبعدين the recent هنا في ابصرف هنا كده وفي الاخر احط نقطة تمام اتمنى الفيديو يكون قفاتكم وان شاء الله نكمل فيديوهاتنا اللي جاية واي حاجة انتم محتاجين اكتبوا لي في التعليقات واشوفكم على خير في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة